مشاهدين متابعين العزاء ما زالت منافسات وانطلاقات هذه الفترة الصباحية متواصلة على أرضية ميدان التحدي لنتابع شعارات أبناء الغباء الحاضرة والمتنافسة في هذا الملتقى الجميل من منافسات سن اللقاية والصراع من أجل الناموس وعملية البحث عن التتويج ننطلق مباشرة للمراكز المتقدمة لنتابع مقدمة هذا الشوت من تحمل الرقم واحد الدوحة خميس بن محمد بن خميس بن عوضة المريخي مقدمة لنا شعاره مع المركز الأول ومع أول كيلو ينغضي من عمر هذا الشوت المركز الثاني التقدم من غبل مسيكة حمد بن محمد بن طالب الصحاق المري مع المركز الثاني المركز الثالث وتابع مشاهدي الكرام على ثالث المراكز ظنون نابت لمحمد بن خير العامري مقدمة لنا شعاره على ثالث التحديات المركز الرابع رابع المراكز يبدو بأن الثلاثة المراكز الأولى بدأت تنعزل عن بقية الشعارات والأسماء المركز الرابع وتابع مشاهدي الكرام انطلاقة حمية علي بن محمد بن علي النابت المري مقدمة لنا هذا المسمى الجميل المركز الخامس شعار بن بيشان من واقع الشعار صوقة لعبد الرحمن بن حمد بن محمد العجمي هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمتنافسة والمسموحة لنا بإذاعتها خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء ترقب قدوم الشعارات لتشكيل المنافسة الشريفة في هذه الرياضة والغوة والتمييز مع هذه المنافسة الصباحية أعود مجددا لأستجد النداء مع المركز الأول ليتابع مقدمة هذا الشهوط الدوحة ما زالت في روحة جميلة مع المركز الأول خميس بن محمد بن خميس بن حويضة المريخي مقدمة لنا شعاره انتصفت المسافة يا بن حويضة المريخي انتصفت مسيرة هذا الشهوط لينتصف المستوى الفني مع هذه الانطلاقة الرائعة المركز الثاني ثاني المراكز شعار الصعاق مع مسيكة حمد محمد بن طالب الصعاق المريخ مقدمة لنا شعاره بمحاولة الضغط على الدوحة مع المركز الثاني مسيكة راقب وضاع الصدارة بانطلاقتها المركز الثالث وتابع مشاهدي الكرام ظنون والنابة محمد بخيل العامري مقدمة لنا ظنون وظنون الناموس والانطلاق مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع اعلان سعيد بن بارك بن محمد الجويل المري مقدمة لنا شعاره وشعار اعلان المركز الرابع وتابع مشاهدي الكرام انطلاقة اغتيال محمد بن علي بن بطحان آل فيد المري على المركز الرابع المركز هذا شعار بن بتل على رابع المراكز مرحبا بهذا الشعار وشعار التبر من فاز معنا في السباق المحلي المركز الخامس وصل شعار الشراب على خامس المراكز مع ايضا مساحة لراشد بن بخيل بن مقارح مساحة لراشد بن بخيل بن مقارح المري وهناك ايضا الوصول من قبل طيش ناصر بن محمد بن راشد الدوسري هذه الاسماء بدأنا نقترب من لافتة الكيلو مثل الاخير يا كيلو ما بعدك كيلو دخلنا اجواء هذا الكيلو الملتهب بالمنافسة يا سلام الاسماء الاسماء بالمقربة من بعضها البعض وتابع وتابع خلف الاسماء العشرة الاولى شعار آل عبيد واصل وبهلال غادل يا سلام وشعار ايضا بن جبرين والشعارات الواصلة شعاره بن منانا الله يلغي لاني ايضا غادل بهذه اللحظات بشعاره المميز الخطورة بانت بهذه اللحظات اعود الى المركز الاول الى الصدارة والتحول مع المقدمة ظنون 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 ما زالت منطلقة باداء يبهر العيون بانطلاق مميز ظنون تعود ملكيتها لنابة محمد بن خير الحامري على المركز الاول وعلى الصدارة رقم صغرها لكن ادائها كبير انطلاقها مثير مع الصدارة ومع الكيلو متر لخير مقدمة لنا هذه العروض الرائعة والجميلة هذا الاداء المميز هذا الاداء الكبير ظنون على المركز الاول ظنون اتت على ظنون ماركها بالانطلاق نحو الناموس نحو التتويج تعود ملكيتها لنابة محمد بخير العامري مع المركز الاول ومع الانطلاق ومع الاداء الجميل والمميز المركز الثاني تلحق ما تلحق خلاص فازت معنا ظنون في هذا الشوت الثاني والتبركات لنابة محمد بخير العامري على هذا البوز المستحق المركز الثاني وصلت زعفرانة لعبدالله براش محمد الزقيبة المري خرتها المري الزقيبة المركز الثالث كان الوصول من غبل قرام لراكان بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري المركز الرابع كان الوصول من غبل الزيبة لحمد براش بن سالم غلال المركز الخامس وصلت مشاهدي الكرام اغتيال لمحمد بن علي بن بطحان آل فيدة المري مشاهدي الكرام حضرنا الكريم متابعنا العزاء تابعنا معكم وشاهدنا هذه الانطلاقة الجميلة وظنون من فازت معنا بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق أسعفنا بالتوقيت يا أبو شارب 6 دقائق 9-10-5 الزمن الثاني الثاني والتبريكات لمالك ضنون نابت محمد بخير العامري على هذا الوزن مستقر المركز الثاني وصلت شعار الزكيبة 6 دقائق 21 الثانية جزئة من الثانية الثاني والتبريكات نزفة لمالك زعفران عبدالله براش محمد الزكيبة المري شعار العبيد وصلت على المركز الثالث 6 دقائق 22 ثانية جزئة واحد من الثانية الثاني والتبريكات نزفة لمالك غرام راكم بمحسب فلحة زعيد الهاجري والثانية بنهد يبان على هذا الفوز المستقر